السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا المرة اللي فاتت واللي قبلها على الـ differential relay للـ power transformer في الأول مرة قدنا تكلمنا بصورة سريعة تكلمنا على الـ differential relay مع الـ load مع الـ external fault مع الـ internal fault تكلمنا على الـ errors تحت الـ differential release تكلمنا على characteristic أو tripping تكلمنا على الـ differential relay تكلمنا على الـ second harmonic والـ fifth harmonic blocking دوت كانت فكرة سريعة على الـ differential relay النهاردة بإذن الله هناخد مثال عملي على الـ differential relay ازاي بتعامل مع الـ differential relay لو فرضنا عندي power transformer الـ data بتاعته هي عبارة عن 25 ميجا فولت أمبير الـ capacity 66 على 11 كيلو فولت الـ connection بتاعه delta star 11 current transformer ناحية high 400 على 5 وناحية low 1500 على 5 حاجة بالشكل اللي قدامي دوت delta star transformer 25 ميجا فولت أمبير 66 على 11 طبعا الـ delta هي الـ 66 الـ 400 على خمسة الـ 1500 على خمسة طبعا الكلام الأرقام كلها مكتوبة بالإيه؟ كأنها عرب يعني 1500 على 500 على خمسة 400 على خمسة ده 66 على 11 الـ 66 هي ناحية الـ delta تمام؟ طيب يعني إيه؟ نحل أو نحسب حسابات الـ differential relay في الأول أنا عايز أتكلم معاكم ونقول الـ numerical release جديدة أو digital release جديدة مجرد أن أنا بدخل setting كل الـ data اللي قدامي دي أنا بدخلها مباشرة لـ differential relay هو بيعمل كل الحسابات جواه وبناء على اللود اللي بيمر أقدر أقرى منه differential current والrestraining current قيمتهم قد إيه؟ ولكن أنا رأيت من الأفضل إن إحنا نفهم يعني إيه؟ وإزاي أن أنا أعمل الحسابات من الأول الكلام ده كنا بنعمله زمان مع الـ electric mechanical electric mechanical release كنا بنضطر نعمل عملية الحسابات ديت وندخل two currents differential relay جاهزين هو ما كانش بيحسب حاجة electric mechanical release كانت محتاج كان دايماً محتاج أن الـ current يخش له جاهز فده مثال عشان نفهم الأساس العلمي بتاعه وعمل ماشي إزاي خلينا نقول نرجع الأول هنا بقول إن الـ current اللي بيمر في الـ power transformer أنا دايماً دراستي بعملها على على الـ full load current للـ power transformer يعني أنا بتعامل مع الـ 25 ميجا بولت أمبير وليكن عشان أنا أثبت أنا طبعاً ده power transformer معنى power transformer هي ثبات الـ power في الـ two sides للـ power transformer وأنا بعمل دراسة هافطرد إن الـ power transformer عند الـ full load وليكن طبعاً أنا رفردت أي فرض تاني مكوش أي مشكلة وفردي صحيح ولكنه لابد من ثبات الفرض في الـ two sides للـ power transformer هافطرد إن أنا بتعامل مع الـ power transformer عند الـ full load 25 ميجا بولت أمبير عايز أجيب الـ full load current في ناحية الـ high الـ full load current ناحية الـ low أنا عندي الـ power بتساوي جزر ثلاثة فولت في الطيار الـ power اللي هي الـ 25 ميجا بولت أمبير بتساوي جزر ثلاثة الفولت في الطيار أنا عندي الفولت هنا معروف وستة وستين كيلو الفولت هنا معروف حداشر كيلو أقدر أجيبي الـ full load current لي الـ high وليه اللو بالزبط كده الـ power بيساوي جزر ثلاثة في في الـ i طبعاً ده الميجا بولت أمبير الـ i 66 او ناحية الـ high current بساوي 25 في عشر رقصة 6 على جزر ثلاثة في 66 في عشر رقصة 3 هيطلع لي قيمة الـ a الـ full load current ناحية الـ high او ناحية الـ 66 بتاعي حاجة بالشكل دوت ده primary current secondary current كام؟ أنا كان هقسمه على city ratio الآن دي الـ i primary هقسمه على city ratio طلع لي 2.73 أمبير تمام؟ بدوت secondary current ناحية الـ a 66 ناحية الـ high بتاعي ترانسفورمر تمام كده؟ طيب نفس الكلام هعمله على ناحية اللو بس هنا طبعاً الفرق الوحيد أنه هو الـ voltage هيكون 11 مش 66 تمام؟ هجيب الـ primary current واجيب من الـ primary current أشوف الـ secondary current يطلع كام؟ هيطلع حاجة بالشكل دوت 4.37 من 100 أمبير آه يعني معنى كده 2 currents بتاعة الـ high و بتاعة اللو مش قد بعض آه إيه اللي حصل؟ ناحية الـ high secondary current 2.73 ناحية اللو 4.37 أمبير الله، طيب أنا محتاج الـ to current دول يخشه للـ differential relay قد بعض دي حاجة، يبقى عندي فيه مشكلة في المجنيتيود المجنيتيود مش قد بعضه، وبالتالي أنا محتاجه يخش للـ differential relay في وضع الـ balance لأن حالتي دلوقتي وضع بلانس، إن الـ current بيمر كده فقط يبقى المحتاج الـ current يخشه للـ relay قد بعض وفي نفس الوقت أنا عندي ترانسفورمر دوت إيه؟ delta star، ففيه 30 درجة face shift بين الـ primary والـ secondary delta star 11، تمام؟ يبقى secondary leg الـ primary بـ 11 في 30 بـ 330 أو LED بـ 30 وبالتالي أنا عندي 30 درجة shift دي عايزة تزبطها وعايز تزبط المجنيتيود قال لك عشان تزبط الكلام دوت بحاجة اسمها interposing current transformer أو matching current transformer إيه هي؟ قال لك حاجة بالشكل ده أدي 2.73 وهدي 4.37 لازم أدخلها هنا ناحية منهم هاخدها reference، أنا هنا في حالتي اعتبرت إن الـ i بتاع 66 هو الـ reference 273، 2.73 ههو، دخل لي differential relay طبعا على سري فيس تمام؟ أدي القيمة بتاعته عايز القيمة اللي تخش للـ low side بتاع الـ differential نفس القيمة ونفس المجنيتيود وبـ angle 180 درجة على أساس إن يحصل إيه؟ طبعا هنا بفرق بين 180 درجة الـ operating coil هيمرك فيه current zero current أو تقريبا zero current في الوضع الـ balance أو في الوضع اللي بيسموه وضع stable الكلام ده عشان يتم أنا كان عندي إيه؟ الـ current هنا اربعة سبعة وتلاتين، عايزه يخرج اتنين تلاتة وسبعين وعايزه يتحول بتلاتين درجة دي كالـ delta star، هعمل الماتشنج star delta يبقى هنا أنا لاشيتي الأنجل وفي نفس الوقت عايز يعمل إيه؟ عايز أخرجه بقيمة أقل شوي قال لك طيب مش دستار delta، قال لك القيمة الـ current اللي بيخش في الـ delta بيتقسم على جزر الثلاتة الـ current، هنا عندي current ده line current line current اتنين تلاتة وسبعين، قال لك يبقى اللي بيمر جوه دلتا لأن الناحية دي دلتا دستار دلتا، الناحية دي دلتا، يبقى الـ current اللي بيمر فيها كام؟ عبارة عن اتنين تلاتة وسبعين على جزر الثلاتة، حل؟ والـ primary بتاع الـ interposing city أو الـ matching city كام؟ أربعة سبعة وثلاتين، وبالتالي يكون الـ i primary matching على الـ i secondary matching قيمته أربعة سبعة وثلاتين على الـ i اللي بيمر في الـ delta اللي هو اتنين تلاتة وسبعين على جزر الثلاتة اللي هي أربعة سبعة وثلاتين على القيمة دي، حاجة بالشكل دوت، الحزبة دي كلها الـ primary current طبعا هنا معروف ان العدد الـ winding أو عدد اللفات اللي موجودة في الـ interposing city عكس الـ current يعني لو كان الـ i primary على i secondary بيساوي أربعة سبعة وثلاتين على واحد وآآ بوينت خمسة سبعة تسعة حاجة بالشكل ده، يبقى العدد اللفات بتاعة الـ primary هي العكس هي 1.579 وعدد اللفات الـ secondary بتاع الـ interposing city أو الـ matching city عبارة عن 4.37 تمام؟ تطلع ستة وثلاتين من المية، وبالتالي فأنا بختار عدد اللفات من الـ matching transformer أو الـ matching current transformer أقرب ما يكون اللي يحقق لي النسبة دي، بختار two ratios اهو، بختار عدد two winding، ليه الـ primary وليه secondary بحيث ان يحققوا لي ratio ديت ratio اللي هي ستة وتلاتين من مية، تمام كده؟ ايه فكرة سريعة على التعامل مع الـ differential relay من البداية، كنا بنتعامل معه ازاي زمان؟ طبعا الكلام ده زي ما قلتلكم في الاول، بالنسبة لي الـ digital relay ما بنحتاجوش تماما، خلاص، كل الكلام ده كله بيتم داخلي في الـ relay تمام، اه، طيب، حطيت الـ data على الـ current transformer على الـ differential relay، الـ data الخاصة بالـ power transformer على الـ connection بتاع الـ ct، على الـ vector group بتاع الـ power transformer، حطيت كل الـ data على الـ differential relay طيب، قد يكون ان انا وانا بعمل بحطها ممكن يحصل خطأ، اتطمن ازاي، طيب، لو ده power transformer جديد و الـ connections بتاعته الـ primary connections، سواء المواصلات او الـ cables، وغالبا بيحصل، ممكن يحصل الكلام ده في الناحية اللي فيها cables اكتر لو حصل خلف، لو فيه two phases swapped، تبدله مكان بعض، او فيه خطأ في الـ data اللي موجودة على الـ differential relay الكلام ده نتطمن عليه ازاي قالك بحاجة اسمها stability test، تمام؟ او اختبار الاتزان، فكرة عملها؟ ادي الـ power transformer current transformer ناحية الـ high current transformer ناحية اللوء قالك تعالى ناحية منهم واعمل قصر three phase short circuit تمام؟ يبقى بعمل three phase short circuit في ناحية منهم وباجي على الناحية التانية اعمل injection بمصدر سلاسي، وليكن 380 من مساعدات المحطة ولا حاجة بالشكل دوت لو عندي generator برا، ايا كان، وهحقن three phase حاجة بالشكل ده تمام؟ وعمل قصر ناحية التانية هيمر لي current قيمة الـ current دي لابد انها تكون stable بالنسبة للـ differential relay لان انا عامل قصر وكأنه external fault يبقى بالتالي لابد ان يكون الـ differential relay stable في الوضع دوت هاعمل injection بـ three phase، هاعمل قصر ناحية التانية اقرى الـ differential current، طبعا الكلام ده بيبقى أسهل شوية دلوقتي مع الـ digital release هاقرى قيمة الـ differential current وـ stabilizing current أو restraining current ولاقي ان قيمة الـ differential current تقريبا zero والـ restraining current أو الـ stabilizing current قيمتها أعلى كتير من الـ differential current لو الكلام ده مضبوط، لو الكلام ده متحقق يبقى كل الـ data بتاعتي مضبوطة سواء خاصة بـ power circuit أو بـ control circuit شاملا الـ current connections current circuit connections والبرمجة بتاعة الـ differential relay كل الـ data دخلة صح لـ relay وبالتالي قيمة القراءات differential current هتكون قليلة وـ restraining current قيمته عالية لو في أي حاجة فيها خطأ سواء في الـ power circuit أو في الـ secondary circuit هاقرى لي differential current هتكون قيمته محسوسة مقارنة بـ stabilizing current نتقابل إن شاء الله المرة الجاية ترجمة نانسي قنقر